الطين علاج للأمراض العلاج بالطين طريقة أثبتت التجارب نجاحها في إحداث شفاء من كثير من الأمراض التي استعصت على العققير المسكنة والمهدئة والمنشطة وغيرها وأفادت الوقاية من آفات أخرى أي أن لها اتجاهين اتجاها نقائيا وعلاجيا في رومانيا أقام محطة استشفائية متطورة تقع بين البحر الأسود وبحير التكريفول ذات الطين البحر البارد والساخن والذي يحوي نسبة معدنية عالية من المواد الكولورية والسودية والكابريتية والمنجانيزية تبلغ من 7 إلى 8% وطريقة تطبيق العلاج عبارة عن طلاء الجسم كله بالطين البارد أولا ويستلق المريض على ظهره لمدة من الزمن تختلف باختلاف الحالة مع دهن الجسم بالطين البارد والدلك والمساج اليدوي ثم بعد ذلك يا أخي حمام ساخن في بحير التكريفول ثم جلسات دلك باليد ثم طلاء بالطين البحري الساخن يعقبه حمام ساخن ثم استرخاء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول التمس الرزق في خبايا الأرض وطلب العلاج والشفاء هو التماس للرزق أيضا يتم استخدام العلاج بالطين للمرضى القادمين من أمريكا والمجر ويجوسلافيا وجميع أنحاء أوروبا للوقاية من السمنة والسكر والطرابات النمو عند الأطفال والتهابات الجهاز التنفسي ونوبات الروب والأعصاب كما أفاد النساء في الوقاية من الاختلالات في العظم الهرموني وحالات الدوالي كما ينصح به لمن يمارس أعمالا فيزيائية متعبة أو لديه ميول نحو السمنة من المعلوم أن الجسم يضم جملة عصبية وجملة هدية هرمونية وهم المسؤولتان عن إدارة الكائن البشري الحي وهناك ترابط بين الجملتين قد أعلن مركب أبحاث أميس التابعة لوكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن الطين العادي فيه خاصية تخزين ونقل الطاقة وذلك من الإشعاع الشمسي الطبيعي الذي تقذف به الأرض على الدوام وأنه يطلقها كفوق بنفسجي عندما يبتل بالماء أو يعالج ببعض المركبات الوضوية أو يغف وأن هذه الطاقة يمكن أن تفيد جسم المريض المغمور داخل الطين بقصد الاستشفاء مما يعطي تفسيرا لأهمية استخدام العلاق بالطين ولا سيما تشوهات العمود الفقري وحالات الروماتيزم المفصلي الحاد والنقرص وألام التهابات الشريين من منشأ مرضي كما أظهر العلاق بالطين نتائج مذهلة في معالجة كثير من الأمراض الجلدية الإجزمائية التي استعصت على المراهم والأدوية كما كانت النتائج طيبة ومشجعة في الأمراض التناسلية خاصة عند المرأة وفي المساعدة لإعادة وظائف الأعضاء العظيمة إلى طبيعتها بعد عمليات التقويم والتجبير كما أظهرت النتائج أنها تفيد في معالجة الدوالي في الساقين والأوعية الدموية غير أن الاستخدام الهام للطين كان لمعالجة مرضين مخيفين لا يزال العالم ينظر إليهما بخوف وحضر ويضعهما على قائمة الأمراض المستعصية وهما شلل الأطراف والروماتيزم ومن المدهش أن امرأة مشلولة قادمة من مكان بعيد أدت المصح على عربة وخرجت بعد شهر تمشي على قدميها وقد ابتسمت لها الحياة من جديد وكذلك الأمر بالنسبة لشاب كان الروماتيزم يشل حركته فإذا به يكاد يطير من الفرح وقد خرج بدون ألم إطلاقا بعد أن كتب الله له الشفاء ويعتقد الأطباء الرومانيون أن الشوارد المعدنية التي يحويها الطين البحري في الوسط الساخن لها تأثير موضعي يفيد الالتهابات الجلدية وإصابات الأوردة والمفاصل يمكن أن تنتص هذه الشوارد عن طريق الدوران لتؤثر في الجملة العصبية المركزية محدثة الفعل العلاجي بالتعاضد مع عمليات الدلك والتحريك والتمسيح والتمرينات الرياضية فتساعد على تحسين نفسية المريض وتشعره بالراحة والطمأنينة وهدوء البال فيكتمع الإنسجام النفسي والروحي مع الراحة البدنية والله أعلم ترجمة نانسي قنقر